مصر خير معكم منير عجم باخر الحلقتين اتكلمنا عن موضوع البومباك جايد وهي الحلقة الثالثة والاخيرة لليوم عن البومباك جايد عن دليل ادارة المشاريع المنشور من منظمة البياماية العالمية باحد الفيديوهات اتكلمنا ان البومباك جايد هو مجرد دليل مش معيار مش ستاندرد وتكلمنا كمان بفيديو تاني عن انه هو بمثل common practice اما good practice مش best practice وانه كمان هو جزء من علم ادارة المشاريع مش كامل وقلنا في موضوعين تانيين بدنا نحكي فيهم اللي هو انه احد المفاهيم المغلوطة خاصة بدولنا العربية وفي العالم كله موجودة مش بس بالعالم العربي انه البومباك جايد هو بمثل منهجية نرجع هون كمان بطبع هو هالشيه مش صحيح ومره التاني وتالتي ورابع بنقول انه هيدا مش بس رأينا هيدا المعلومات المكتوبة داخل البومباك جايد يعني فيه نرجع اللي ممكن يكون عنده شك بالعن نقوله هون يرجع للشابتر 1 و 2 و 3 ويقرأ بالبومباك جايد وبشوف انه كان لنا صحيح 100 بمية البومباك جايد ما بيتعريفه هو انه دليل عام جينيريك يعني بيركز على عمليات ادارة المشاريع ما بيركز على منهجية لادارة المشاريع وهذا الشيء واضح في الكتاب وبيقوله انه البدو يمارس ادارة المشاريع طريقة فهيحة بحاجة بحاجة يستخدم منهجية ممكن تكون منهجية معمول داخل المؤسسة مع العمليات المذكورة بالبومباك جايد لا ادارة مشاريع هلا ليش البومباك جايد ما بيركز على منهجية لانه مثل ما انه هو جينيريك هو بدي يكون هو معمول ليكون يطبق على معظم المشاريع بمعظم الاوقات يعني بيستخدم كلمة موس بروجيك موس اف زي تايم بينما المنهجية هي لازم تكون عادة مرتبطة بنوع عمل يعني مثلا ادارة مشاريع التكنولوجيا اما تطوير البرامج سوفتوير اما الماركتينج اما سيلز اما كونستركشن اما بيتروكيميكل اما فرماسوتكل يعني الادوية كل هالانواع المشاريع على طرق خاصة ما كلا تقدريني نديرها بنفس الطريقة اول شي نسبة حجم هالمشاريع يختلف من شركي لشركي ومن نوع شغل لنوع شغل اضافة الى التعييدات المشاريع يعني مثلا مشروع بترولي ممكن يكون بملايين اذا مش مليارات الدولارات بينما مشروع صفور ممكن يكون مليون مليونين دولار ماكسموم الا اذا كان مشروع ضخم يعني على مستوى عالمي يعني تريننج براجيك ممكن يكون بالالاف الدولارات بينما مشروع تصنيع سياره جديد ممكن يكلف من مليون الدولارات من الناحية هذه المنهجيات عالة تختلف وتكون مربوطة بنوع الشغل وبنوع المؤسسة يعني حتى داخل المؤسسات بالمشاريع الإنشائية مثلا نعمل مجمع سكني المنهجية التي نستخدمها لمجمع سكني غير المنهجية المستعملة للعمر بيت هون مش نهيك البومباك جايد تركيزه انه يكون هو عام بيغطي معظم المشاريع معظم الوقت وما يكون مربوط بمنهجية محددة هذا شي ضروري نكون نستوعب هالفكرة هلا الفكرة الاخيرة بنا نحكي فيها انه كمان مفهوم غلط انه فكير ناس بيقولوا انه البومباك مش واقعي ومش للحياة العملية هون كمان منختلف مع يمكن ما عندي يمكن هون نعطي رأي اكتر ما عندي مرجع من داخل البومباك بقى انا شخصيا صري من سنة ال84 بشتغل على مشاريع يعني 32 سنة اول شي كمهندس وبعدين كبادارة مشاريع من سنة 1190 خلال عمل بادارة المشاريع من قبل ما يكون البومباك قايد موجود حتى كمرجع لان هو نوجد اول مرة كقايد عام 96 معظم الشغلات الموجودة بالبومباك قايد هي من اين جاية؟ هي جاية من الناس مثلي ومثل كون ومثل اي واحد تاني بيشتغل بادارة المشاريع فلانتير وخبراء اللي هني كانوا يميرسوا من كتب تانية وعندهم مبارساتهم لدارة مشاريع يجوا هالفلانتير واجتمعوا وثاعدوا وكتبوا قايدوا وقالفوا واليوم البومباك هو موجود من هالفلانتير ساودي من هموضة طوعين يعني وموجود معظم المعلومات الموجودة بالبومباك نعرف بي اماي بتحاول انه هي بتملك الدنيا كلها بس للأسف معظم هالمعلومات مسروقة معظم هالمعلومات جاية منك ومني ومن غيرنا ومن كتب تانية يعني مثلا الارن فاليو مانجمت وهالموضيعة والسكاجولين هاو موجودين من الف تسعمائة وخمسين ومن الف تسعمائة وارعين من قبل ما تنمجد منظمة البي اماي وهيلي كانت ممارسات وميرس بالشركات الدفاع وبشركات البترول ومن ضمنها يعني مثلا انا كنت اشتغل بشركة اسمها اكسون كاميكل بامريكا منهجية اللي كنا نستخدمها من الاكسون من الستينات ومن الخمسينات موجودة يعني انسا قبل ما تنواجد منظمة كبي اماي سو هالخبرات اللي ناس اللي متلي عندهم ايها هني اجوا على بي اماي وقدموها ووضعوها بقايد مثل بمباقايد يعني بمعناه انه المعلومات الموجودة كلها داخل بمباقايد هي جاية من واقع الحياة يعني لما واحد بيجي بقول انه مش منطقي وسبعة واربعين براسس اف كتير وشغل وكيف بدنا نعمل هون وبدنا جاشتنا نعمل الاربع سبع واربعين براسس سبع واربعين براسس خلينا نخبركم الخبرية يمكن نحكي فيها فيديو مستقبلي احنا بمنهجيتنا فعلنا ست وسبع واربعين براسس مش سبع واربعين يعني معايتها سبع واربعين مش كيفين بس بالطبع الموجود اليوم كبمباقايد انه المعلومات الموجودة هي جاية من واقع الحياة من مشاريع على الارض اذا صفت بعضنا بيشتغل على مشاريع صغيرة كتير ممكن ما يستخدم بعض البراسس الموجودين عمليات داخل بمباقايد ممكن بس انا شخصيا بالسبع واربعين براسس ما اتمقلت هاو دي بعتبروا مش كيفين بحياة العملية في براسس واحد انا شخصيا ما عندي خبرة فيه اللي هو كوانتيتاتي تفرسك اناليسس والباقي كله كنا نمارسه من قبل البي اماي ومن بعد البي اماي ومن قبل البومباقايد ومن بعد البومباقايد مش نهاك المعلومة هادي غلط معتزر الفيديو يمكن هدا شوي طوى الاكل من العادي بس خلينا نختصر الفيديوهات الثلاثة السابقة هدا واثنين اللي قبلو احنا ركزنا بهذا الفيديوهات على الأربع مفهوم مفهيم غلط موجودين باليوم بممارسة د Along Way المفهوم الغلط الاول انة البومباقايد هو صدر انه هو جزء منو هو صدر جزء منو ما يتعلق سبعة بالمية من حجم الكتاب المعلومة الثاني ان البومباقايد هو باست براكتسو وانه هشي مش مضبوط المعلومة الثالتي ان هانه منهجيه وكمان انها هشي مش مضبوط والنقطة الرابعة انه هو غير واقع لا يطبق بالعالم وبالواقع هذا كان ينشي خطأ اذا لا يطبق معناه نحن مش عم نمارس اضافة المشاريع بطريقة صحيحة نحن بحاجة نطبق البومباك ومعلوماته وعملياته كله ومش بس كله مش كيفي في قصة بحاجة لأكتر إذا بدنا نشتغل صح تسباها خير